ونبدأ مع بعض حلقة جديدة ونقول يا صباح الفل والجمال على اجدع واحلى ناس في كوكب الارض كله ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم خلد عبدالله في حلقة جديدة وحلقة رأيك العادة وحلقة النهاردة يا سادة من سلسلة الربح من الانترنت المبتدئين والحلقة النهاردة هتكون دسمة وفيها معلومات كتير عن نتكلم عن كذا موضوع وكذا حاجة هنتكلم عن بوت هامستر وعنتكلم عن بوت تاب سويب وعنتكلم كمان عن لعبة فاني كاش والحلقة فيها حاجات كتير وعيكون فيها اثبات سحب يعني فيها موضيع كتير قوي فهي جامدة جدا فعرني انتباهك كده عايز تجيب كوبات شاي حال عايز تجيب كوبات قهوحات وطبعا ما تستانيش باللايك الي جامد السبسكرايب لأجمد الكومنت الحلو صلى على سيدنا محمد لانا ما يكون شكرا وشفاقك يوم اليوم ان شاء الله ادعي اخواتنا في فلسطين لان هناك فعلا بتحصر مجزرة في الوقت الحالي ان ربنا يقف معاهم ويصبرهم ويقويهم يا ربوا نبدأ باول حاجة النهاردة وهو بوت هامستر البوت مبارح كان متوقف تقريبا من الساعة 3 الفجر لحد الساعة 12 دولار او 11 ونص تقريبا انا نمت وصحيت لقيته الاشتغل البوت كان فيه سيانة واضح انه كان فيه update كبير جدا استعدادا لادراج العملة والاردروب او الاسقاط الجوي الاول لان زي ما قلنا الاردروب الاسقاط الجوي او الناس تاخد ارباحها عايكون خلال الشهر ده وانا توقعت انه من يوم 18 ليوم 30 ويمكن يكون يوم 1 اغسطس وده مش اخر انزال جوي او مش اخر ارباح الناس هتاخدها اللي عبقى تفضل شغالها عادي بعد الاسقاط الجوي الاول وكمان سنتين عبقى فيه اسقاط جوي تاني علشان الناس تكمل في اللعبة خلينا اكلمك عن كزا حاجة في البوت نضغط على البوت فين البوت اه دي البوت الاول اوه هامستر كومباكت زي ما انت شايف ده البوت بتاعي خلينا اول اكلمك عن تحويل ارباح وازاي على تحول لان معنا اغبار مهمة جدا بص وتحويل الارباح يعني فيه طريقتين عشان يحسبوا ارباح الناس الطريقة الاولى انه هو يديك الرقم ال 12 مليون 500 الف اللي معايا انه هو ما يدهم لي كعملة وده طبعا انا شايفه انه هو شيء مستحيل او يعني مش منطقي تمام اما الخيار التاني انه هو يديك الفلوس الموجودة في التعدين بتاع الساعة يعني على سبيل المثال هنا معايا كل ساعة 197 الف هو ممكن يديني ال 197 الف عملة دول لكن مستحيل يديني ال 12 مليون و 500 عملة وفيه حاجة تالتة كمان انه يمكن يدمج مثلا المليون عملة بـ 100 الف مثلا عنده كذا اوبشن ولكن المؤكد او يعني توقعي الشخصي وتحليل البوتات السابقة اللي ماشي على نفس المبدأ انه مستحيل يديك الرقم الكبير ده عشان الناس اللي كانت بتسأل على ليه التحويل الارباح في البوت هو يعيديك الرقم بتاع التعدين بالساعة يعي يدمج الارباح دي المليون مثلا بـ 100 الف وعنشوف برضو الادراج يعني الادراج خلاص خلال ايام ويه برضو في حاجة تثبتلك ان الادراج خلاص خلال ايام لو ضغطت على التعدين بالشكل ده وروحت على الكروت هتلاقيهم ضفوا كارت جديد النهارده اسمه The Final Has Come يعني خلاص النهاية الرابط طبعا وهنا هقصده نهاية السيزن الاول مش نهاية اللعبة لان زي ما قلنا على الموقع الرسمي للشركة قالوا ان اللعبة هتفضل مكملة معنا بعد كده ومش هتتوقف وفيه انزال جوي او الناس هتاخد ارباحها كمان سنتين قدام حاجة مهمة جدا لازم اكد عليها برضو في كل فيديو انك لازم تتأكد انك رابط المحفظة تضغط على ايردروب وتربط المحفظة انا هنا رابط بمحفظة التليجرام محفظة التون العادية انت شوف اي محفظة عادي يعني مش شرط بس لازم تكون رابط عشان لما الانزال الجو يحصل تلاقي ارباحك تحولت على المحفظة لازم تتأكد منه النقطة دي حاجة كمان عايز اتكلم فيها بخصوص البوت علشان دي كل معلوماتهم متوفرة حاليا حولين البوت الناس ان برحكت قال انا ان البوت يقفل او يحصل له حاجة جماعة قوة اي عملة نزلة لسوق من قوة المجتمع بتاعها البوت ده بيلعب فيه اكتر من 250 مليون شخص حول العالم فهم عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وفي 250 مليون واحد بيستخدم البوت فالقاعدة دي نكحة انها تحقق نجاح للعملة الجديدة بتاعتهم سعر العملة كمان مرة هقوله اول ما ينزل توقع الشخص هيكون باتنين سنت وبعد كده هيبدأ يزيد تدريجيا والله اعلم ممكن نشوفه مثلا زي البيتكوين مثلا في يوم الايام الله اعلم محدش عارف ممكن يكون من العملات الطب ببلاش البيتكوين فاحنا هنشوف احنا مؤمنين بفكرة هل الفكرة هتنجح ولا لأ العلم عند الله نفش بقى على البوت اللي بعد كده وهو تاب سوب انا هتلاقي رابط البوت طبعا في الديسكريبشن هتروح تفتحه ادي البوت هو تاب سوب هو نفس الفكرة بالزبط بتاعت البوت بتاعنا الهامستر كومباكت ولكن هو مختلف شوية لان فيه مهمات اكتر يعني انت برضه بتلغط هنا بتجمع عملة وعندك الربح برضه من البوت عن طريق دعوة الاصدقاء زي ما انت شايف تمام وعندك تسك مهمات بتشوف فيديوهات وما الى ذلك يعني فيه مهمات سبيشيل وليل يجا تكلم عنها النهاردة على سبيل المثال انك تعمل لهم سبسكرايب على قناتهم على يوتيوب يعني وهكذا اللي بعد كده هو عن طريق كؤوس بتكسبها كل ما تجمع نقاط بعد كده عندنا دعوة الاصدقاء هنا عندك من اول واحد لحد مليون شخص تقدر تدعيهم فالموضوع لطيف يعني نفس فكرة البوت بتاع هامستر كومباكت وفيه هنا التاب انك بتضغط والبوست ممكن تشتري حاجات عشان تزود النقرة بتاعتك وهنا ايه ده هنا التوتل بتاع ارباح الناس وما الى ذلك البوت ده بقى كان فيه مهمة ناس كتير سألتني عليها ولكن هي مخفية عندي ومش عارف ايه السبب حقيقي يمكن عشان لسه مسبت البوت انه كنت ممكن تكسب 600 دولار من البوت ولكن يعني الموضوع ده فيه نفذة بسيطة 600 دول دول بتكسبهم عن طريق منصة باينانس عن طريق انك بتام من الاداع فباينانس بتبدأ تديك كوبونات ولكن هي مش فلوس حقيقي انت بتكسبها انت كل الارقام اللي كنت بتكسبها من البوت هي 3 مليون عملة لكن ما كنتش بتكسب منه 600 دولار عايز ان تاخد بالك من النقطة دي طيب هل البوت ده ليه عملة وتم ادراجها والله هم كل شوية بيأجلوا ادراج العملة بتاعتهم ولكن برضو من المتوقع ان ادراج العملة بتاعت بوت تابس ويبعة تكون يوم 1 اغسطس برضو يعني ممكن يكونوا عايزين ازلوهم مع هامستر كومباكت عشان ياخدوا الضجة هما الاتنين هذا والله اعلم ما عنديش معلومة بزبط ولكن البوت ده كان متعاون مع باينانس وباينانس واحدة من اكبر منصات التداول في العملة الرقمية الموجودة في العالم فما اعتقدش ان باينانس ممكن يعني تغادر بصمعتها لان السوق الرقمي او سوق العملة الرقمية ما هو الا صمعة ما اعتقدش ان باينانس ممكن تباوز صمعتها علشان بوت زي ده وتتعاون معها فطالما ما باينانس اتعاونت مع البوت ده اعتقد ان العملة بتاعته عيتم ادراجها بشكل قريب جدا رغم ان هما كل شوية بيأجلوا اطلاق العملة وانا مش عارف ليه لحد دلوقتي ده كان كل كلامنا عن البوتات انا كده خلصنا كل البوتات تقريبا نخش بقى على اثباتين صحب معانا النهاردة اللعبة الاولى وهي لعبة فاني كاش عفوا تمام هبدأ اسحب منها معاكو النهاردة انا فضلت العب فيها شوية جمعت فيها شوية فلوس برضو فنعمل اثبات صحب في الحلقة دي كمان حلو تمام انا هنا جمعت من شوية لعبة حوالي 12 جنيه طبعا مش مبلغ ولكن انا مأكد ان اللعبة دي للمبتدين تمام هقول له صحب كل شيء بالشكل ده وهنا هدخل رقم فودافون كاش بتاعي وهضغط على ينسحب ضغط على ينسحب قال لي خلاص قد وصل طبعا هو زي ما احنا عارفين الالعاب من الشركة دي زي كريزي هيرو وكل ده بتاخد حوالي 24 ساعة والاربعة بتوصل لك هتلاقي في اثبات صحب فوق هنا او في الديسكريبشن ان شاء الله اول ما يوصل طيب حلو جدا عندنا كمان اثبات صحب من تطبيق ام كريبتو تطبيق ام كريبتو هو نفس فكرة البوتات ولكن مش بيديك عملة رقمية هو بيديك نقاط جوه البوت وانت بتحول هالدولارات عن طريق منصة باينانس انا هضغط على الشيك ريورد سيستوري عشان اواريكو زي ما انت شايف انا اهو يوم 13 حول لي واحد دولار عن طريق منصة باينانس وساحب من التطبيق ادي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة دولار لحد دلوقتي وبردو اخش على الجيميل بتاعي عشان اواريك اثبات السحب ان الارباح وسايتني يوم 13 زي ما انت شايف دي رسالة من باينانس بتقول لي ان تم تحويل الواحد دولار فتطبيق صادق والتطبيق بيعتمد هنا برضو على انك تدعو اصدقائك بالاضافة لكده عندك شوية مهمات وشوية العاب تقدر تلعبها والموضوع بسيط جدا يعني موضوع بسيط جدا فحالة النهاردة ظن كانت شعيقة وكان فيها اكتر من اثبات سحب وكان فيها معلومات مهمة بخصوص بوت وماستر انا كده خلصت كل الكلام اللي عندي في الحلقة بتاعت النهاردة ان شاء الله الفيديو الجاي انا اتكلم عن موضوع مختلف بقى بقى لنا كزا فترة بنتكلم عن البوتاتو وما الا ذلك فانتظرونا الحلقة الجاية اشوفكم فيديو جديد سواحكم زي الفل وعس